هل يطال كبوس شهر سبتمبر عملة البيتكوين بالعام 2024؟ أو سيكون هناك عوامل إيجابية محفزة على العملة المشفرة؟ بالبداية نشير إذا عدنا تاريخيا إلى السنوات السابقة نلاحظ أنه فقط بشهر سبتمبر من العام 2023 شهدت العملة ارتفاعات شهرية بأكثر من 3% ولكن بالنسبة لشهر سبتمبر في السنوات السابقة نلاحظ دائما أنه كانت هذه العملة تتكبت خسائر شهرية إن كنا نتحدث على سبيل المثال بالعام 2020 أو حتى بالعام 2019 إلى جانب ذلك إذا نظرنا اليوم إلى أداء عملة البيتكوين منذ أيبريل من العام الحالي حتى الآن نلاحظ أنه ما زالت في نطاق 50 ألف و70 ألف دولار وبالتالي اليوم هي عالقة في هذا النطاق لأن هناك عدة أسباب تؤدي إلى التراجعات على هذه العملة خاصة بشهر أغسطس نذكر أنها تراجعت بنسبة 10% ما هي اليوم الأسباب التي تؤدي إلى التراجعات على العملة المشفرة إذا نظرنا اليوم إلى حالة الترقب وعدم اليقين بالأسواق العالمية لسيما بالأسواق الأمريكية هذا العمل يؤثر على تراجع العملة خاصة فيما يتعلق بالبداية إلى مسار السياسة النقدية التي سيتم تحديدها أكثر بهذا الشهر إذا كان سيتم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس إلى جانب طبعا أيضا نتائج الانتخابات الأمريكية يعني اليوم بحال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية هذا سيكون عامل إيجابي للعملة المشفرة إلى جانب ذلك نلاحظ اليوم من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع البيتكوين هي التضفقات الخارجة من صناديق الـ ETF الفورية الأمريكية على العملة المشفرة تحديدا الأسبوع الماضي نلاحظ التضفقات الخارجة كانت بقيمة 277 مليون دولار حتى بالنسبة للتضفقات الخارجة من الصندوق التابع لبلاكروك نلاحظ تحديدا بال29 من أغسطس كانت عند حوالي 13 مليون وخمسمائة ألف دولار اليوم هذه التخارجات وعمليات البيع تأتي بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق ولكن في المقابل ربما يكون هناك عوامل إيجابية ستؤدي إلى ارتدادة البيتكوين ويعني أن تلامس مستويات قوية بنهاية العام 2024 نقف بالبداية على توقعات CCData هذه المؤسسة توقعت أن تصل البيتكوين إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي بسبب ما يعرف بدورات العملة المشفرة قالت أنه كل أربع سنوات تمر هذه العملة بدورة ترتفع بشكل قياسي ثم تنخفض وبالنسبة لنهاية العام الحالي من المتوقع أن تعود وترتفع أيضا أخيرا اليوم بعد أن انهارت واحدة من أكبر بورصات التشفير وهي FTX بنهاية العام 2022 من المتوقع بالعام الحالي أن يتم سداد مستحقات الدائنين وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة وهذه من العوامل التي من المتوقع أن تكون إيجابية على عملات البيتكوين ترجمة نانسي قنقر